الدرس الثالث الأدب الرواية الأدبية تعد الرواية نوعا من أنواع الأدب النثري متميزة بطابعها القصصي وما تنطوي عليه من خيال واسع فهي تختلف عن السيرة الذاتية بوجود عنصر الخيال فيها وعن القصة القصيرة بالطول ووفرة الشخصيات وكثرة الأحداث وتشعبها وهي تعرض قضايا اخلاقية واجتماعية وسياسية مختلفة بهدف معالجتها أو محاولة البحث فيها لذلك تحث بعض الروايات على الإصلاح والتغيير ومنها ما يقدم معلومات عن موضوع غير مألوف وفيه بعض الغرابة للقارئ وبعضها الآخر يقدم العمل الراوي بحس فكاهي الهدف منه إمتاع القارئ وتسليته والرواية حكاية يرويها راو ينظر إلى الشخصيات كأنه يعرفها جميعا فيتحدث بلسان الشخصيات أحيانا ويفسح لها المجال للحديث أو الحوار فيما بينها أحيانا أخرى وهي أطول الأنواع الأدبية وتتميز بأنها تتعامل غالبا مع أحداث تمتد على مدد زمنية طويلة نشأة الرواية لا ريب في أن نشأة الرواية في الأدب العربي تعود إلى الاتصال المباشر بالآداب الأجنبية الغربية إبال القرن التاسع عشر الميلادي ومع صحة هذا الأثر الأجنبي إلا أن التراث الأدبي العربي معينا زاخر بحكايات السمار والسير الشعبية وأقاصيص الحب العذري ولا ننسى المقامات العربية المعروفة التي تركت أثرا في فن الرواية العربية الحديثة ويمكن أن تنقسم نشأة الرواية العربية على المرحلتين الاثنتين أول هما مرحلة الترجمة والنقل من الآداب الأجنبية إلى اللغة العربية والأخرى مرحلة التأليف والتقليد للرواية وتعد ترجمة رفاعة الرافع الطهطاوي لرواية في نيولون التي أطلق عليها مواقع الأفلاك في وقائع تليماك الأولى من نوعها عام 1867 ثم تلتها ترجمات كثيرة في مصر والشام حتى برزت رويدا رويدا طلائع المحاولات الأولى في تأليف الرواية الأدبية عند عودة الكتاب العرب من البلاد الأوروبية ومحاولتهم كتابة روايات مختلفة وقد ذكر مؤرخ الأدب العربي إن أول رواية عربية هي حسن العواقب أو غادة الزاهرة للأدبية اللبنانية زينب فواز التي أصدرت عام 1899 ثم تلاها صدور عدد من الروايات العربية بيد إن النقاد عدوا رواية زينب للأدب المصري محمد حسين هيكل الصادرة في عام 1914 أفضل بداية فنية للرواية العربية وقد عد أغلب النقاد محمد أحمد السيد رائد الرواية في العراق إذ صدرت روايته الأولى في سبيل الزواج في عام 1921 ولكنهم اتفقوا على إن روايته الثانية جلال خالد الصادرة في عام 1927 كانت أنضج وأكمل من الأولى إلا إن الرواية المكتملة من الناحية الفنية في العراق بحسب النقاد تمثلت في رواية غائب طعمة فرمان النخلة والجيران التي أصدرت في عام 1966 أنواع الرواية للرواية أنواع عدة فمنها التاريخية والرومانسية والنفسية والواقعية والاجتماعية والبوليسية والرواية الخيال العلمي والفنطاسية والعجائبية تمازل رواية التاريخية وقدرة الكاتب الراوي فيها على تطوير شخصيات تاريخية سواء كانت حقيقية أم خيالية وتصوير أحداث وقعت أو يمكن وقوعها في أزمنة تاريخية ماضية وعلى هذا ليست الرواية التاريخية كتابا يقص أحداثا كما تقص كتب التاريخ لكنها تجنح إلى الخيال وتترك فسحة واسعة للابتكار ومن أشهر الراوين العرب الذين أبدعوا هذا النوع من الرواية جورجي زيدان الذي كتب عددا كبيرا من الروايات التاريخية كرواية شجرة الدر ورواية فتاة القيروان ورواية أحمد بن طولون وغيرها كثيرا جدا وتعد الرواية العاطفية الرومانسية أهم أنواع الروايات وأوسعها انتشارا فهي تصور العلاقات الإنسانية التي تقع بين رجل وأمرأة وتعبر عن موضوع الحب والغرام وما يرافق ذلك من مشاعر إنسانية رقيقة وسامية وقد أبدع معظم الراوين الروائيين العرب في هذا النوع من الرواية كرواية نادية ليوسف السباعي ورواية أعلنت عليك الحب لغاد السمان ورواية قصة حب مجوسية لعبد الرحمن منيف ورواية الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي وتنماز الرواية النفسية بفحص الشخصية وتحليلها من الداخل لتتأمل في العقد النفسية الدفينة في شخصيتها التي غالبا ما تكون قليلة وتبين كيف إن هذه العقد النفسية تحرك الشخصيات للقيام بأفعالها في الأحداث ومن أبرز روايات هذا النوع رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ ورواية الشمعة والدهليز للطاهر والطار ورواية مملكة الفراشة لواسين الأعرج أما الرواية الواقعية فتمثل الحياة في صورتها الواقعية المعيشة إذ تصور الواقع الاجتماعي والسياسي إذ تصور الواقع الاجتماعي والسياسي وتظهر التناقضات والصراعات بين الطبقات والفئات الاجتماعية المتباينة ويعد نجيب محفوظ رائد الرواية الواقعية الاجتماعية العربية ولا سيما في روايته القاهرة الجديدة وبداية ونهاية وثلاثيته الشهيرة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وهي ثلاثة أجزاء لرواية طويلة واحدة ويعد غائب طعمة فرمان رائد الواقعية الاجتماعية في العراق ولا سيما في روايته النخلة والجيران وخمسة أصوات والمخاض وتنماز الرواية البوليسية ورواية الخيال العلمي والرواية العجائبية بعنصر التشويق والخيال الواسع فضلا عن التأثر بالتقدم العلمي في عصرنا وقد راوح ظهور هذه الأنواع في الأدب العربي بين الاتساع والانحصار لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة المجتمع العربي ووظيفة الرواية العربية في التغييرات الاجتماعية والتعبير عنها أركان الرواية تتألف الرواية من مجموعة أركان الرئيسية تتعاضد فيما بينها لتكوين الرواية وأهم أركان الرواية وعناصرها واحد الزمان فلا يمكن أن تقوم رواية إلا بحيز زماني معقول ذلك إن أحداث الرواية وأفعال الشخصيات وأقوالهم تتعاقب في الزمان المكان للرواية مكان ينبغي تحديده ذلك إن المكان يمنح الرواية معقوليتها ويجعل القارئ يتقبل أحداثها وشخصياتها وشخصياتها حتى إذا ما كان المكان خيالاً تماماً كما هي الحال في روايات اليوتوبيا أو المدن الفاضلة المتخيلة ثلاثة الحبكة تتمثل الحبكة أو العقدة بجريان الأحداث المتصلة أو المنفصلة التي تتطور شيئاً فشيئاً محكومة برباط سببي وواضح سببي واضح أو مكاني أو زماني وهي لا تنفك عن شخصيات الرواية وتنتهي الحبكة بالحل غالباً في نهاية الرواية ومن أهم عوامل الحبكة عنصر التشويق الذي يشد القارئ وواقعية الفكرة التي تقوم عليها فمن دونها تتعرض الحبكة للتفكك والانحلال والضعف أربعة الشخصيات من العناصر المهمة في الرواية فلا يمكن قيام رواية من غير شخصيات تؤدي إلى تطور الأحداث بأفعالها وأقوالها وحواراتها وتنقسم الشخصية في العمل الروائي على نوعين الشخصية الرئيسية وهي ما يطلق عليها البطل أيضاً وتستغرق الرواية من بدايتها حتى نهايتها وتتميز هذه الشخصية بسمات تتفرد بها على سائر الشخصيات أما النوع الآخر فهو الشخصيات الثانوية التي تتجسد لها وظيفة مرحلية في الرواية وحسب خمسة الحوار واللغة الحوار هو ما يدور بين الشخصيات من أحاديث تجسد أحداث الرواية وهناك أنواع مختلفة من الحوارات المباشرة التي تقع بين الشخصيات المتدحاورة في الرواية والحوارات غير المباشرة التي ينقل الراوي معناها في أثناء سرده الأحداث وغالبا ما تكون لغة الحوار المباشر واقعية لذا لجأ كثير من الراوين إلى اللهجات العامية في الحوارات المباشرة طلبا للمزيد من الواقعية على أن اللغة الراوي وأسلوبه التعبيري في الوصف أو السرد يتجليان بلغة سامية تليق بمكانة الرواية وأدبيتها ستة الفكرة إن أول ما يجب أن يفكر فيه الراوي هو فكرة الرواية التي يرغب في إصالها إلى القارئ فهي سبيله لبلوغ الحبكة المناسبة ومنهجه في رسم شخصياته وسماتهم الأساسية وينبغي أن تمثل فكرة الرواية قيمة ومثلا حسنا أعلى تضيفه للقارئ معاني المفردات السمار جمع سمير والسمر والسمارة حديث الليل والسهر أقاصيص جمع أقصوصة وهي القصة أو الحكاية القصيرة المقامات جمع مقامة وهي نوع أدبي نثري شاع في العصر العباسي يقوم على شخصيتين في الغالب وهي تقدم أحداث متنوعة تدور على مظاهر اجتماعية كالكدية ومن أشهرها مقامات الحريري ومقامات بديع الزمان الهمذاني الفنطاسية الفنطاسية مصطلح يوناني قديم استعمله الفلاسفة العرب ولا سيمة ابن سينة مرادفا لمصطلح المتخيلة أو المتوهمة ليعني ما ينطبع من قوى النفس المدركة من صور حسية عن طريق الحواس الخمس ثم شاعت في كتب الأدب والنقد لتعني نوعا من الأدب الذي يصور العوالم العجيبة الغربية التي يستحيل وقوعها في العالم الحقيقي الحبكة الشدوء الإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب والحبكة في الرواية مرادف للعقدة التي تنعقد في الحبل أو الخيط فالراوي يعقد ويحبك الأحداث وينسج بعضها ببعض حتى تصبح نسيجا قصصيا واحدا أسئلة للمناقشة ما الفرق بين الرواية والقصة القصيرة اثنين ما أبرز قضايا والموضوعات التي تطرح الرواية وتقدمها للقارئ ثلاثة ما أسباب نشأة الرواية العربية وأبرز المؤثرات فيها أربعة ما أول رواية أجنبية ترجمت إلى اللغة العربية ومن ترجمها ومتى ظهرت خمسة متى صدرت أول رواية عربية ومن مؤلفها ستة ما البداية الفنية المكتملة في تاريخ الرواية العراقية سبعة ما أهم أنواع الرواية الأدبية النقد الأدبي الحديث المذاهب الأدبية الواقعية الواقعية نسبة إلى الواقع وهو الموجود حقيقة في الطبيعة والإنسان والواقع نوعان حقيقي وفني والأول إذا ما وصفه الإنسان كان صادقا وأمينا لموافقته ما هو موجود وكائن إنه بوصفه يأتي بنسخة عن الواقع كالصورة الفوتوغرافية والثاني وهو المعول عليه في الأدب يقوم على خلق إبداعي لواقع لا يشترط أن يكون حقيقي بحذاريفه صحيح أنه يغترف عناصره من الواقع الحقيقي لكنه يحور ويزيد وينقص ويختلق ويعيد التكوين ليأتي بواقع ليس نسخة أمينة للواقع الحقيقي بل هو محاكل له وممكن الوجود والتصور لأنه يجري في نطاقه ويخضع لشروطه وأهلياته الاعتيادية إن الكاتب الواقعي يخلق أشخاصه ويرسم ملامحهم ويصور البيئة كما يشاء ولكن ضمن الإطر المألوف التي لا نشعر إزاها بالغرابة والاستنكار وبهذا يشبه اللوحة الفنية التي يرسمها الفنان مستمد عناصرها من الواقع الخارجي الحقيقي ومخيلا واقعا آخر هو واقعه الخاص الذي يراه في زاويته الإبداعية الحرة فنراه يتلاعب بالألوان والظلال والخطوط والأشكال والتكوين كما يشاء من دون الابتعاد عن منطق الواقع وطبائعه في الإنسان والمحيط فالواقعية الأدبية إذن هي تصوير مبدع للإنسان وطبيعة في صفاتهما وأحوالهما وتفاعلهما مع العناية بالجزيئات والتفصيلات المشتركة للأشياء والأشخاص والحياة اليومية ومن أعلامها بلزاك وإيميل زولة وموبسان وغستاف فولبير وميكسيم غوركي ونجيب محفوظ وغائب طعمة فرمان وحنة مينيا وعبد الرحمن مجيد الربيعي خصائص الواقعية واحد النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه أي الارتباط بالإنسان في محيطه البيئي وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي والاجتماعي ومن هنا يستمد الكاتب موضوعاته وحوادثه وأشخاصه وكل تفصيلاته إنه ينزل إلى الأرض والبشر ويصرف نظره عما عدا ذلك من المثاليات والخياليات وما يهمه هو الأمور الواقعية التي يعيشها الناس ويعانونها اثنين حيادية المؤلف وهي تعني العرض والتحليل على وفق واقع الشخصية وطبيعة الأمور على نحو موضوعي لا على وفق منتقدات الكاتب ومواقفه السياسية أو الدينية أو المزاجية أو الفكرية أو القيمية إن الكاتب الواقعي يبدو حيادياً ولكن براعته في إنه يقود القارئ إلى مواقف بحسب القوانين النفسية في المؤثرات والردود الفعل ثلاثة التحليل أي البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج فلكل ظاهرة اجتماعية سبب والظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية تخضع لمبدأ السببية والأديب الواقعي لا يعرض الظاهرة أو المشكلة أو المشكلة المجردة بل يبحث عن سببها ويوجه النظر إليه ليصل بالقارئ إلى القوانين المحركة للمجتمع أربعة الفنية والفنية الواقعية إن النص الواقعي ليس كتاباً لبحث علمي أو تقرير صحفي إنه الأدب والأدب الفن إنه الأدب والأدب فن وكل فن يبتغي الجمال ويتفاوت الكتاب في درجات الفن كما هو الأمر في بقية الفنون وقد فضل الواقعيون النثر على الشعر لأنه اللغة الطبيعية للناس أما الشعر فبالرومانسية أشبه فاختاروا جنس الرواية والمسرحية ونالت الرواية النصيب الأوفر وأتت المسرحية في المقام الثاني ثم جاء الشعر في وقت متأخرا الواقعية في الأدب العربي ظهرت ملامح الواقعية في الأدب العربي منذ خمسينيات القرن العشرين وعدها الأدباء العرب المنهج المثالي لدراسة الأدب وكتابة على وفق مبادئها وقد نشأت الواقعية في ظل ظروف كان فيها الأدباء بحاجة إلى آدات تساعدهم على تصوير واقعهم ونقل الحقائق والتعبير عنها بأدبهم وأعمالهم التي يقدمونها بعيدا من الرومانسية والإغراق في الخيال واحد كيف يخلق الكاتب الواقعي أشخاصه ويرسم ملامحهم ويصور البيئة اثنين ما الواقعية الأدبية ومن أبرز أعلامها ثلاثة ما خصائص الواقعية أربعة متى ظهرت الواقعية في الأدب العربي وما عدها الأدباء العرب وكيف نشأت